بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأعداد المركبة والمتتاليات رقم واحد أنصح به شبهة العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه التمرين يحملوا أفكار رائعة حيث قال عين ثلاث أعداد مركبة جداؤها ليسلنا ناقص 27 اي وطاولتها تشكل حدود متتابعة من متتالية هندسية أساسها ثلاثة وعمداتها تشكل حدود متتابعة من متتالية حسابية أساسها بعلى ثلاثة إذن ننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا السؤال إذن نكتب هنا تعيين ثلاث أعداد أعفون أعداد مركبة حيث لاحظوا جيدا قال أولا قال جداؤها يسلنا ناقص 27 اي إذن نقول لتكن لتكن هذه الأعداد هي ما هي هي زاد واحد وزاد اثنان وماذا وزاد ثلاثة حيث ماذا ركزوا جيدا حيث نعطي هنا المطيات حيث زاد واحد يساوي لنا ماذا يساوي لنا ار واحد في أسية اي أفون في أسية اي تيطة واحد حيث هذه الطاولة وهذه العمدة وعندنا كذلك زاد اثنان نسميه ار اثنان في أسية اي تيطة اثنان وزاد ثلاثة يساوي لنا ار ثلاثة في أسية اي تيطة ثلاثة حيث واحد هذه تمثل الطاولة وهذه تمثل العمدة اركزوا هنا ارجوكم نقطة نقطة ابني كيف نصل الى الجواب وبطريقة رائعة لاحظوا اذا عندنا اولا عندنا طاولة زاد واحد في زاد اثنان في زاد ثلاثة هكذا قلت زاد ثلاثة يساوي لنا طاولة ناقص سبعة وعشرون اي التي بما ان هذا العدد هو تخيل سرف فان طاولته ان ننزع هذا الناقص وهذا ال اي كل وعند التخيل سرف طاولته ان ننزع ال اي هذا وان ننزع ال اي والناقص بحلنا كم بحلنا السبعة وعشرون معناه ماذا يعني معناه ار واحد في ار اثنان في ار ثلاثة يعني جداء طاولات يساوي لنا السبعة وعشرون دقيق وارجوكم لكن ماذا نملك لكن قال طاولات تشكل ماذا تشكل عدود متتابعة لمتتالية متتالية هندسية اساسها كي الى سميناه يساوي لناه كم يساوي لناه ثلاثة هذا ماذا يعني لاحظوا وانتبئوا ارجوكم نقطة نقطة يعني ما نسميه الوسط الهندسي معناه ار واحد في ار ثلاثة يساوي لنا ار اثنان موربع هنا ما نسميه الوسط الهندسي اركزوا جليلا هكذا نحتاج تتعلم هذا ماذا يعني اذا اتينا بهذا هذه وعوضناها هنا في مكان هذا في هذا حتى تفهموا هذا في هذا فماذا تصبح تصبح لنا هكذا ار موربع في ولا تنسوا ان هذا بقي لنا عيد يا ابناء لان الكثير هنا تختلف ار واحد في ار ثلاثة نعوضه ب ار اثنان موربع ويبقى لنا هذا محافظ على مكانه معناه ار اثنان تساولنا كم تساولنا 27 ومن وصبح ار اثنان مو كعب يساولنا 27 اي ار اثنان يساولنا الجذر التكعيبي لمن ل27 ما هو العدد الذي اذا ضرب ثلاث مرات يعطينا 27 اكيد ار اثنان يساولنا كم يساولنا ثلاث لماذا لان ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة تعطي لنا كم تعطي لنا 27 ها هو الان وجدنا ار ماذا وجدنا ار اثنان بقي لنا ار واحد و ار ثلاثة لاحظوا وانتبهوا ارجوكم لاحظوا اذا يأتي عندنا كذلك انه ار هكذا ار ثلاثة ماذا يساوي ار ثلاثة يساولنا ار واحد في كي قوة ثلاثة ناقص واحد يعني عبارة الحد العام اي متتالي هندسية ار ثلاثة يساولنا ار واحد في كي مربع لكن الكي نحن قد اعطي لنا ثلاثة ار ثلاثة يساولنا ار واحد في تسعة لماذا ابنائي لان الاساس اعطي لنا ثلاثة حتى نفهم ها هو امامكم ومنه ماذا ينتج وعندنا كذلك قلنا انه وهكذا ار واحد في ار اثنان قلنا في ار ثلاثة اعطي لنا تساولنا سبعة وعشر اين هذا الكلام ها هو ذلك الكلام الآن يمكن ار ثلاثة ان نعودها بهذه القيمة هنا و ار اثنان وجدناها كم وجدناها ثلاثة صبحنا ار واحد في ثلاثة في ماذا في ار واحد في تسعة يجرى سبعة وعشر يقول لحدكم لم افهم ها هو ار واحد ار اثنان وجدناها ثلاثة و ار ثلاث قلنا هو ار واحد في تسعة الآن تصبح لنا ار واحد في R1 سبحانه R1 مربع في ماذا في 27 يسوينا 27 ومنه R1 مربع يسوينا كم واحد ومنه R1 يسوينا كم يسوي لنا واحد فقط ليس النقص واحد لأن R1 هي قيمة كيف هي بما أنها الطاولة الطاولة قيمة مجابة حتى نفهم الفكرة جيدا معناها إذا قلنا R مربع يسوينا واحد فإن R1 يسوي واحد أو نقص واحد لكن نأخذ الواحد لأنه طاولة الآن بقي لنا ماذا بقي لنا R3 R3 هو أن نأتي بهذه القيمة ونعوضها في ماذا ونعوضها في هذا الموضع فماذا ينتج تصبح لنا هكذا تصبح لنا R3 يسوينا R1 الذي هو واحد في قناة في كي اللي هو ثلاثة مو ربعة ومنه ماذا تصبح لنا R3 يسوي لنا كم؟ يسوي لنا 9 وتعالوا نتأكد هنا التأكد حتى نفهم جيدا تصبح لنا R1 في R2 في R3 يسوي R1 هو واحد في R2 الذي هو الثلاثة في R3 الذي هو التسعة كم تسوي لنا؟ تسوي لنا 27 وها هي 27 هقد الآن وجدنا ماذا؟ وجدنا الطاولة بقيت لنا الآن العمد لاحظوا جيدا إذن ناتي الآن إلى إيجاد العمد لاحظوا جيدا عندنا كذلك أنه قلنا الأمر الآخر أنه قلنا زاد واحد في زاد اثنان في زاد ثلاثة يسوي لنا ناقص 27 الآن جداء أعداد ماذا يسوي؟ يسوي لنا مجموع العمد تصبح لنا هكذا تيطة واحد زائد تيطة اثنان زائد تيطة ثلاثة يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا RG ناقص 27 حتى نفهم جيدا حيث هذا طاولته هي تيطة واحد هذا تيطة اثنان قلنا جداء أعداد مركبة يسوي لنا مجموع العمد ليس جداء العمد إنما جداء طاولة ومجموعة العمد هذا هو المعروف حتى نفهم جيدا فماذا يصبح تصبح لنا تسوي بما أن هذا العدد هو عدد حقيقي عدد تخيلي سالب فإن لو نأتي إلى هنا هكذا حتى نفهم جيدا يعني يأتينا في هذا الموضع لو حسبنا بالاتجاه المجبل قلنا من هنا إلى هنا تسوي لنا كم؟ تسوي لنا ثلاثة بي على ماذا؟ على اثنان أرجو قد فهمتني يعني من هنا إلى هنا إنها ثلاثة بي على اثنان حتى نفهم جيدا ركزوا الآن فماذا تصبح؟ لكن لكن العمد أو العمد العمد تمثل حدود متتابعة لمتتالية قلنا كيف هي حسابية حسابية أساسها إذا سميناه رقلنا يساوي لنا بي على ثلاثة هذا ماذا يعني؟ يعني الوسط الحسابي إذن الوسط الحسابي الوسط الحسابي ماذا يقول؟ يقول مجموع تيطة واحد زائد تيطة ثلاثة يساوي لنا اثنان تيطة اثنان عفوا إذا مجموع الطرفين يساوي مربع الوسط معناه هذا يعني أن هذا مع هذا هذا مع هذا نعوذهم بماذا؟ نعوذهم بهذا فماذا ينتج؟ تصبح لنا إثنان تيطة إثنان زائد تيطة إثنان يساوي لنا ثلاثة بي على إثنان أرجو قد فهمتم الفكرة؟ يعني هذا مع هذا نعوذه بإثنان تيطة إثنان والتيطة إثنان عندنا ها هو مازال موجود إذن فماذا ينتج؟ تصبح لنا ثلاثة تيطة إثنان يساوي لنا ثلاثة بي على إثنان ومنه تيطة إثنان يساوي لنا ماذا يساوي لنا ثلاثة بي على ماذا؟ على ثلاثة في إثنان يذهب هذا مع هذا تصبح لنا تيطة إثنان يساوينا P على ماذا؟ على اثنان ها هي عمدة العدد المركبة الثاني لكن عندنا كذلك المعروف أن ماذا؟ أن تيطا ثلاثة ماذا يساوي؟ يساوينا تيطا واحد زائد ثلاثة ناقص واحد في R هذه عندنا قاعدة أو ما نسميه خاصية المتعلقة بمتتالية الحسابية أنه ماذا تساوينا؟ المعروف في القاعدة أنه E لأن يساوينا E لP زائد N ناقص P في R إذن إذا وضعنا هنا الثلاثة ووضعنا هنا الواحد سبحنا ثلاثة ناقص واحد في R ومنه ماذا ينتش؟ سبحنا تيطا ثلاثة يساوينا تيطا واحد زائد اثنان في R أفوا قلت اثنان في R والR ها هي قيمته يمكن أن نأتي بها ونعوذ هنا فماذا ينتج؟ لو أتينا وعوذنا بهذا الأمر إذن عندنا تيطا واحد زائد تيطا اثنان زائد تيطا ثلاثة قلنا تيساوينا ثلاثة بي على اثنان لكن التيطا اثنان نعوذ بها والتيطا الثلاثة هذه نعوذ بها هنا فماذا ينتج؟ تصبح لنا هكذا أركزوا نقطة نقطة إذن فماذا ينتج؟ تصبح لنا تيطا واحد زائد بي على اثنان زائد تيطا واحد زائد اثنان في R يساوي لنا ثلاثة بي على اثنان لكن الأساس قد أعطي لنا لهو كم؟ لهو ثلاثة نعوذ به هنا إذن فماذا تصبح تيطا واحد وتيطا واحد؟ تصبح لنا اثنان تيطا واحد زائد بي على اثنان زائد اثنان في بي على ثلاثة يساوي اثنان في بي عفوا يساوي لنا ثلاثة بي على اثنان ومن تصبح لنا اثنان تيطا واحد زائد ماذا؟ زائد بي على اثنان زائد اثنان بي على ثلاثة يساوي لنا ثلاثة بي على اثنان ننقل هذا الى هنا وهذا الى هنا نركزه جيدا فماذا ينتج بحلنا اثنان تيطا واحد يساوي ثلاثة بي على اثنان ناقص بي على اثنان ناقص ناقص اثنان بي على ثلاثة اكيد سوف نكمل هذا مع هذا نحن اثنان تيطا واحد يساوي ثلاثة بي ناقص بي وهو تصبح لنا اثنان بي على ماذا على اثنان ناقص اثنان بي على ثلاثة اولا يذهب هذا مع هذا فماذا ينتج ينتج لنا هذا الامر تصبح لنا اثنان تيطا واحد يساوي لنا بي ناقص اثنان بي على ماذا على ثلاثة نواحد هنا المقام ثلاثة وهنا ثلاثة نحن إثناني تيطا واحد يسوينا ثلاثة بي ناقص إثناني بي على ثلاثة ومنه تيطا واحد يسوينا بي على ماذا على ستة فقط أبنائي لماذا بي على ستة لأن هذا ينزل إلى هنا ها هو تيطا واحد قد ظهر بقية لنا الآن تيطا ثلاثة عندنا لاحظوا جيدا تيطا ثلاثة يسوينا تيطا واحد زائد اثناني في أر إذن تصبحنا تيطا ثلاثة يسوينا تيطا واحد زائد عفوا قلت زائد اثناني في أر ومنه تيطا ثلاثة يسوينا بي على ستة زائد اثناني في ماذا في بي على ثلاثة ما علينا الآن إلا تفكير في توحيد مقام تيطا ثلاثة تساوينا P على ستة زائد اثنان P على ثلاثة أكيد سوف نضرب هنا في اثنان وهنا في اثنان فماذا ينتج تصبح لنا تيطا ثلاثة تساوينا كم تساوينا خمسة P على ماذا على ستة ها هو قد ظهر الآن يمكن التحقق من ذلك أنا هل إذا جمعنا كل هذه العمد أو الزوية لنجد ثلاثة بي على اثنان يجب علينا أن نجد ذلك لاحظوا جيدا إذا قلنا تيطا واحد زائد تيطا اثنان زائد تيطا ثلاثة يساوينا تيطا واحد P على ستة زائد ثلاثة تيطا اثنان زائد أخر 5P على ستة يساوي الآن لو وحدنا هنا المقام وضربنا هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة فتصبح لنا ثمانية بي تسعة بي معنا تصبح لنا تسعة بي على ثلاثة عفوا على ستة على ستة لو نقسم على ثلاثة تصبح لنا ثلاثة بي على اثنان ونحن قلنا أن مجموعة الزوايا هذه يعطينا ثلاثة بي على اثنان ها قد الآن وصلنا بعدها سوف نعطي الآن النتيجة النهائية لهذا الشيء أنه زاد واحد يساوي قلنا أر واحد في أسية أسية تيطا واحد وتساوي أر واحد وجدنا إنها واحد في أسية اي كم بي على ستة ها هي أمامك تيطا واحد يمكن الآن أن نحولها إلى الشكل الجبري تصبح لنا كوس بي على ستة زائد اي في ستة سينس بي على ستة يصبح لنا زاد واحد يساوينا ماذا كوس بي على ستة الذي هو جذر ثلاثة على اثنان زائد اي واحد واحد على اثنان اي لأن كوس بي على ستة قلنا هو جذر ثلاثة على اثنان والسينس وكذلك هو نصف نعطي الآن إلى زاد اثنان يساوينا ار اثنان في أسية اي تيطا اثنان ويساوي الار وجدناها ثلاثة والزاوية وجدناها اي بي أو العمدة بي على اثنان تساوينا ماذا تساوينا ثلاثة في كوس بي على اثنان زائد اي في سينس بي على اثنان الكوس معروفة انها كوس تسعون هو صفر تصبح لنا ماذا تصبح لنا زاد اثنان يساوي لنا والسينس التسعون معروفة انها واحد تصبح لنا ثلاثة اي هذا هو لماذا ابني لأن قلنا الطاولة وجدناها ثلاثة والعمدة وجدناها بي على اثنان هذا يذهب الى صفر وهذا يذهب لنا الى اي فتصبح لنا ثلاثة اي فقط نأتي كذلك الى نأتي كذلك الان الى زاد ثلاثة نلاحظوا نقطة نقطة زاد ثلاثة اذا زاد ثلاثة يساوي لنا ار ثلاثة في أسية اي تيطا ثلاثة تصبح لنا اغلق اللى وجدناها تسع، في السية اي بخمسة بي على ستة، وتصبح لنا التسعة في كوس خمسة بي على ستة، زاد اي يجب في سينس، خمسا بي على ستة لكن لو نأتي الان الى خمسة بي على ستة خمسة بي على ستة التي هي مئة وخمسون معنى تأتين في هاره الجههة هنا هذه من هنا سالب ومن هنا موجب إذن يصبح لنا تساوي 9 بعلى 6 الكوس لديه قلنا هو جذر 3 على 2 لكن يقع في الجهة السالبة يصبح ناقص جذر 3 على 2 والسنس قيمة الموجب لهو 1 على 2 الآن يمكن أن نشر تصبح لنا زاد 3 يصبح لنا ناقص 9 جذر 3 على 2 زائد 9 على 2 ها هو قد وجدنا الآن لو نأتي ونضرب زاد 1 في زاد 2 في زاد 3 هل نجد ناقص 27 إ لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذن والآن تعالوا نتأكد من هذا يا أبناء إذن لاحظوا نقوم بحساب زاد 1 في زاد 2 في زاد 3 هل نجد ناقص 27 إ تصبحنا أسية إي بي على 6 في عفوا في ماذا في ثلاثة في أسية إي بي على 2 2 في 9 في أسية إي 5 بي على ماذا؟ على 6 هل نجد ذلك أم لا؟ تصبح لنا تساوي الآن الطاولة هنا عندنا 1 في ثلاثة في تسعة تصبح لنا سبعة وعشرون في أسية نجمع الأسس إذن نجمع هذه مع هذه مع هذه لأن أي عدد إذا ضرب في نفسه تجمع قوة تصبح لنا بي على ستة زائد بي على إثنان ثم زائد خمسة بي على ماذا؟ على ستة فتصبح لنا تساوي لنا سبعة وعشرون في أسية إي نقوم الآن بتوحيد المقام إذا ضربنا هنا في ثلاثة إذن هنا في الثلاثة وهنا في الثلاثة فماذا تصبح لنا هذا مع هذا ثمانية مع هذا تسعة تصبح لنا تسعة بي على ماذا؟ على ستة هكذا أركزوا نقطة نقطة أبنائي نحن نتأكد فقط تصبح لنا سبعة وعشرون في أسية إي نقوم بالقسمة على ثلاثة من هنا تصبح لنا الثلاثة بي على ماذا؟ على إثنان هكذا وتساوي لنا سبعة وعشرون في كوس ثلاثة بي على إثنان زائد إي في السينس ثلاثة بي على إثنان وهي مئتان وسبعون مئتان وسبعون لو نأتي الآن إلى الدائرة المثلثية يعني في هذا الموضع يقول أحدكم أن نتخذ هذا لأن قال الأساس هو بي على ثلاثة يعني بهذا الاتجاه حتى نفهم إذن هذه تعطي لنا كم؟ تعطي لنا صفر وهذه تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا ناقص واحد فماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوينا السبعة وعشرون في ماذا؟ في ناقص إي لأن هذا ما يضرب مع هذا لأن قلت السينس يعطي لنا ناقص واحد يعني ناقص واحد في إي أما هذا ذهب إلى الصفر وماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا تساوي لنا سبعة ناقص عفوا ناقص سبعة وعشرون إي هذا هو زاد واحد في زاد اثنان في زاد ثلاثة إذن النتائج المحصل عليها هي صحيحة مئة بالمئة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي العزاء أتمنى قد استفدت من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء بالصحة والعافية والترحم على روح أم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته